دلوقتي هعمل معاكو الفراخ المحشية او التركي اللي مكان التركي السنة دي تعالوا نجرب نعمل الفراخ بجد بجد الطريقة دي هتعجبك قوي هعملوكو فراخ محشية بالخضار مع الزبدة المنكهة اللي احنا كنا عملناها مع بعض اول حاجة انا عندي اربع فرخات كاملة حجمها صغير زي لي يعني اجد حجم الفروش كده عندي معلقتين ونص كوبيتين ونص تنقص فزبدة عندي عصير لمون وكمان لمون متقطع لصاص الجريفي او للخضار اللي هنحطه مع الفراخ عندي بصلتين وجزرتين واثنين عود كرفس راستوم زي ما هي على بعضها نص حزمة اعشاب مشكلة الزعتر الروزماري اللي حان اللي عندوكو واكتر حاجة تنفع طبعا تكون الزعتر الروزماري عشان دي اعشاب بتستخدم بتستحمل درجة حرارة علي عندي بعد كده معلقتين كوبار دقيق نص كوبيت خلي عينب احمر نص كوبيتين ونص مرأة فراخ ملح وفلفل واختياري معلقة من مربة توت لو طبعا ما بتحبوش طعم الحاجة الحلوة سنة بس هي مش هتدي طعم حلو هي هتدي كسافة وطعم حلو بس مش 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 شويت يعني بمعنى اصح تعالوا اول حاجة نبتدي فيها ان احنا الزبدة طبعا هي جاهزة عندنا اللي احنا عملناها هاجيب الفراخ ولازم الفراخ تكون نشفة كويس جدا 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 مايبقاش فيها اي مية نشفوها كويس انا هعمل فرختين دلوقتي قدامكم وندخل الفرن واعمل الفرختين التانين بعد كده وندخلهم الفرن برضو عشان الفرن عندي صغير مش هيكفر نشف الفراخ كويس قوي لأول من جوا ومن برق طبعا لازم تكون نضيفة فلة قبل اي حاجة بعدين هاجيب بوانتي وعايزة ادهن الفرخة الاولانية بصاص الزبدة اللي عملناها الاخضر اول واحد خد هنا من برق وكمان هحط تحت الجلد شوية تانين من كل حتة بقى جوه الفراخ وبرق الفراخ من كل حتة الزبدة دي لازم تكون واصلة انا تابلت اول فرخة ودلوقتي تابلت معاكم كمان تاني فرخة وعايزة وريكو ازاي انا بحشي كمان تحت الجلد تحاولوا بس وانتوا بتفتحوا الجلد ما تقطعوهوش وتحشوا تحت الجلد من الزبدة دي وتعملوا زي مساش كده للفرخة علشان تبقوا عارفين الكمال انتوا حطينها ايه انا حطيت كمان من الزبدة دي جوه الفراخ نفسها دلوقتي بقى هحط كمان لامون في الفرختين هحط بصل جزر والباية بقى هنحطه جوه الحل ده بيسموه مارد بوا أو ماربوا الخضار اللي بيتحط مع اي نوع من الانواع الروست هحط جوه كمان شوية زعتر وشوية روز ماري وعليها كمان من فوق وبعدين تعالوا بقى نجيب الساج هحط انواع الخضار الاول تحت كلها الجزر بقيت اللامون الكرفس التوم راس التوم زي ما هي على بعضها ممكن بس هقسينها نوسين كده البصل المتقطة وبقيت الروز ماري والزعتر وحط عليهم شوية زيت زاتون هنضف طبعا الازازة بعد كده عشان ايدي كل هماء مكان الفراخ هحط زيت زاتون شوية ملح وفلفل وحفردهم بالقاعد كويس والخضار ده بعد ما يستوي هنعمل بقى منه سوس الجريفي هنحط الشبكة وهنحط الفراخ عليها هدخلها الفرن على ضررة حرارة 180 هتقعد تقريبا ساعة لربع ممكن ابص عليها كل شوية لما احط فيها سكينة كده ما ينزلش اي سائل او اي ليكود يبقى كده هي استوت وبعدين لو اقدر كل شوية كمان اخد من السوس اللي بيتعامل تحت ده وحط على الفراخ طول ما هي جوه الفرن وبعد ما هتطلع هنعمل مع بعض الجريفي تعالوا ندخلها نص ساعة وبعدين نعمل مع بعض الجريفي الخضار اللي هيتطلع من المارفوا بتاعه تعالوا بقى نعمل مع بعض الخضار عايز اوانيكو شكل الخضار بعد مستوى ده الخضار بتاعي بعد مستوى ودلوقتي بقى هنخطه على النار مع بعض اول حاجة بس هحط شوية ده الزتون مش هحط كتير لان هو قراد مستوي وهنزل انواع الخضار بتاعتي كلها الجذر والطوم والبصر والروز ناري والزعطر كله اوديهم تقديبة عن النار الاول مع بعض وبعدين هحط لهم الدقيق قديروا برضو تخميرة معاهم سريعة وهنزل بعد كده خلي العنب اول ما شنمرحت الدقيق كده طالعة حلوة هنزل خلي العنب نطلع بقى كل البيض وكل الروايح الحلوة الشربة المرقة بتاعتي وهسيبهم على النار تقريبا من تلت ساعة لنص ساعة يتسبكوا مع بعض شوية واخر حاجة بعد ما يتسبكوا مع بعض هحط المربة المربة نسيبهم كده تلت ساعة مع بعض على النار غليت خلاص كويس هنزل عليها دلوقتي المربة زي ما قلتلكو وهسيبها كمان خمس دقيق اخر حاجة وبعدين بعد ما تستوي خلاص وتبقى جهزة هندخالها بقى على الخلاط ونصفيها مع بعض عرى الخلاط على طول وهندرابه كله مع بعض هندرابه كده الجريبي بتاعي جاهز تعالوا مع نفضيه مع بعض طبعا مش قادر اقول لكم ريحته هلوة ازاي طبعا مش قادر اقول لكم ريحته هلوة ازاي اشتركوا في القناة